بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذا البودكاست الجديد من كيفية التفكير كضمين فكما تعلمون هذا البودكاست هو نوعا ما موجود لتغيير العقليات يعني أنه لا يقوم بإعطائك نوعا ما خطوات عملية تقوم بتطبيقها لكنه الهدف منه أن يجعلك تفكر بالشكل الصحيح سواء في مجالة ضمينات أو في مجالات عامة خاصة بالبيزنس والحياة ففي البيزنس أونلاين يوجد ثلاثة أنواع من الطرق يوجد الويت هات بيزنس يعني أنك تشغل بطريقة قانونية تحترم الشروط الخاصة بالشركات مثلا التي تقوم بالاشتغال معها وتلك الأشياء توجد الري هات بيزنس يعني أنك تشغل بطريقة هي قانونية وفي نفس الوقت نوعا ما الشركات لا تعتبرها مخالفة يعني أنها طريقة مقبولة وتوجد الطريقة البلاك هات وهي طريقة نوعا ما تكون نوعا ما احتيالية يعني أنك ممكن تحقق فيها أرقام ومبالغ كبيرة جدا لكنها سوف يتم إغلاق لك حسابك وهكذا دول يعني أنها مثل طرق نوعا ما احتيالي فما هي مناسبة هذا الكلام؟ لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ السبب هو بكل بساطة هو أنني أرى الكثير من المنشورات الخاصة بكم يعني خاصة بالمتابعين تقومون بوضعها في المجموعة الخاصة بنا على فيسبوك والكثير من هذه الأسئلة هي أسئلة من نوعية كيف ممكن أن نقوم بعمل هذا معلم أنك إن قمت بمرسلة الشركة التي نوعا ما تشتغل معها ونقول مثلا عندما تقوم مثلا بيقع لك مثلا مشكلة في أفترنيك فهنا يجب أن تقوم بمرسلة أفترنيك حتى يتم حلك المشكلة لكن الكثير منكم يأتي ويقوم بوضعها السؤال في المجموعة فالسبب وبكل بساطة هو أن الكثير يظن بأن مرسلة الشركات يعني أنه سوف يتم إغلاق حساباتكم وتلك الأشياء وكأن مرسلة الشركات هو Black Hat Business طيب حتى أقوم بالتعمق معكم بشكل واضح حول هذا الموضوع أول شيء سوف نبقى أولا مع هذا الفصل ثم أعود إليكم مباشرة لكي أقوم بتبسيط لكم جميع الأشياء وحتى أشرح لكم بأن تلك الشركات هي موجودة لخدمتك وليست لإغلاق حساباتكم وتلك الأشياء إذن لسوف نبقى مع هذا الفصل إشاري ثم أعود إليكم مباشرة لكن نقوم بالتحدث حول كل شيء هذا الفيديو هو برعاية موقع porkband.com porkband.com هو من أفضل المنصات الخاصة بشراء الضمينات وتوفر لك العديد من المزايا والعديد من الأشياء مثل الويب هوستين مثل الإيميل فوروردين والكثير والكثير من المعايير الأخرى منصة porkband هي منصة رائعة جدا فهي توفر لك مسألة أن تقوم بوضع الضمينات الخاصة بك على Afternic وتدعم خاصية الفاصل تنسفير والتي ستزيد من مسألة بيع الضمينات الخاصة إن قمت باستخدام الكوبون التخفيضي الخاص بي والذي هو ميستر كحل ففقط قم بمرسلتي وسأقوم باقتراح عليك التعبئة في 3 يعني أنك إن قمت بشراء 2 ضمينات سأقترح عليك 6 ضمينات إن قمت مرة أخرى بشراء تلك 6 ضمينات سأقترح عليك التعبئة في 3 وسأرسل لك 18 ضمينات ومرة أخرى إن قمت بشراء باستعمال الكوبون سأقترح عليك مرة أخرى التعبئة في 3 هذا يعني بأنك ممكن أن تقوم باستخدام الكوبون التخفيضي ثلاثة مرات متتالية هذا الأمصر فيعطيك تخفيض جيد جداً وسيعطيك مسألة أن تمتلك ضمينات جيدة تم اقتراحها مني شخصياً وهذه الضمينات هي جيدة قمت بتحليلها بشكل يدوي فإن قمت بالشراء باستخدام الكوبون التخفيضي الخاص بي ولدي ومستر كحل فقط قم بمرسلتي على الإيمان الذي تراه هنا في الشاشة أو فقط قم بمرسلتي على صفحتنا على فيسبوك وسأقوم بإرسال لك جميع الأشياء التي وعتك بها فبعدها قمنا بالتعرف على منصة بوركبان دوت كوم سوف نمر الآن إلى الشرح العملي إذن مرحبا بكم من جديد فالكثير من الإخوة العرب والهنود وجميع الأشخاص في العالم يشتغلون مع الكثير من الشركة هناك من يشتغل مع جوجل أدسنز هناك من يشتغل يعني بشوبيفاي هناك من يشتغل بإي باي هناك من يشتغل بأمازون هناك من يشتغل بقودادي هناك من يشتغل بجميع الشركات التي نقوم بالاشتغال بها فهناك كما ذكرنا من يشتغل بلاك هات هناك من يشتغل ويت هات وهناك من يشتغل غري هات في مجال تجارة الضمينات شروحاتي كلها وجميع الطرق التي أشرحها لكم هي طرق ويت هات أنا لا أحب البلاك هات لأنني أعلم بأن البلاك هات يعني لن يطلق لمدة طاولة البلاك هات أنا أعتبره مثل التجارة في يعني مثل التجارة مثلا في المخدرات فعندما تقوم مثلا بالاتجارة في المخدرات فأنت تحقق أرقام كبيرة جدا نحن الآن لا نتكلم على الحلال والحرام فهو معلوم بأن هذا الأمر هو حرام لكن أنا أتحدث حول مسألة البلاك هات فالتجار التجارة مثلا في المخدرات فهو نوعا ما تشغل وتحقق أرباح لكن في وقت من الأوقات يتم القبض عليك وعندما يتم القبض عليك فهو يتم وضعك في السجن وهنا عندما تخرج مرة أخرى من السجن تقوم بالعودة مرة أخرى وهكذا ومن أجل نوعا ما أنت تقوم بتحقيق أرقام أكبر فأنت تقوم بعمل لتلك الأشياء بطرق نوعا ما كبيرة واحتيالية من أجل أن تقوم بكسب أكبر عدد ممكن من الأرباح في أسرع وقت ممكن قبل أن يتم القبض عليك أو قبل أن يتم إغلاق حسابك وكل تلك الأشياء هذا الأمر هو كذلك موجود في تجارة الضمينات ممكن كذلك أن تحقق تلك الأرقام بطرق نوعا ما بلاك هات احتيالي وتلك الأشياء لكن أنا لا أشرح هذه الأشياء ولا أريدكم أن تقوموا بالاشتغال بها لأنه ليس بيزنس موضل هذا ممكن اعتباره مثل تغرى نوعا ما ممكن أن تقوم بالاستفادة منها بطريقة أو بأخرى ثم سوف يتم إغلاق تلك التغرى وهنا سوف تبحث على تغرى أخرى لكن هل سوف تطور من نفسك؟ لا لكن هل سوف تطور حسابك البنكي؟ نعم ممكن أن تطور حسابك البنكي بشكل كبير جدا وأنا شخصيا لا أحب هذا البيزنس موضل دائما أحب أن تقوم ببناء بيزنس حقيقي يعني كما هو حتى وإن أصبح الأمر نوعا ما طاول الأمد لكن لا مشكلة في ذلك لأنك تقوم بالترقية وتقوم بتطور من نفسك بشكل صحيح جدا فتجارة الضمينات التي أشرحها لكم وتجارة الضمينات التي نوعا ما نشغل بها جميعنا هي يعني أنك تشغل بطريقة قانونية ليس في أي مشاكل فهذا يعني بأنك عندما تقوم بمثلا وضع ضمينات للبيع أو أنك مثلا يحصل لك أي مشكل كيفما كان نوعه فلا تقوم بالقلق ولا تحس بأي نوع من السترس أو أي شيء من القبيل ففقط رسل الشركة الشركة سوف تقوم بإجابتك فالشركات موجودة لخدمتك فالشركات موجودة لكي تقوم بمساعدتك فإن كسبت أنت سوف تكسب هي وإن لم تكسب أنت فهي لن تكسب أي شيء فلذلك يعني دائما عوضة أن تقوم بالذهاب وتقوم بكتابة مثلا ما هو الحل لهذا الأمر مثلا ويكون نوعا ما مشكل تقني إما مثلا مشكل تقني خاص بالشركة يجب أن تقوم بإصلاحه أو أنك مثلا لم تعرف كيف تقوم بعمل شيء ما أو أنك وبكل بساطة قمت بعمل الشيء لكن حدث أشياء نوعا ما مختلفة عن الأشياء التي كنت تظنها ففقط رسل الشركات يعني هي موجودة هناك فقط لمساعدتكم ولديها فريق خاص بالكسمر سيبورت من أجل مساعدتك على حل جميع المشاكل الخاصة بك الشركة لن تقوم بإغلاق لك الحسابات فقط لأنك رسلتها أنت تشتغل بشكل قانوني أنت لديك ضمينات وضعتها للبيع وتسأل على بعض الأشياء أنت لديك مثلا مبيعات ولم تحصل على مالك سوف ترسل الشركة هذا ما في الأمر الأمر بصير جدا وليس في أي تعقيدات وليس في أي أشياء نوعا ما تجعلك نوعا ما تحس بالشعر من القلق وتلك الأشياء إن كنت لا تتقن اللغة الإنجليزية ففقط قم بالترجمة وهناك بعض الشركات التي حتى لديها دعم عربي ممكن أن يقوم بمساعدة فلذلك لا تخف من الشركات رسل الشركات وبكل بساطة فالشركات موجودة هنا لمساعدة أنا بدوري عندما أحصل على مشكلة أقوم بمرسلة تلك الشركة التي أقوم بمرسلتها وأحصل على إيجابة حتى أنني في بعض الحالات بعض الشركات التي لم يسبق وأن قمت بتجربتها أقوم بمرسلتهم قبل أن أقوم بالالتحاق بتلك الشركة أسألهم على جميع الأشياء التي أريد أن أقوم بمعرفتها هل لديهم تلك الفيترز هل لديهم تلك الأشياء التي أحتاجها فهنا يخبروني بأن لديهم تلك الأشياء فهنا أستعمل الشركة إن قالوا لي بأنه ليس لديهم تلك الأشياء فأنا أضيع وقتهم ولا أضيع وقتي أنا بدوري فهذا ما سوف تقوم به أنت بدورك يعني حدث لك أي مشكلة ففقط رسل الشركات وسوف يتم حل هذا المشكلة أنا أعلم بأن الكثير منكم يعني قد يرى بأن هذا الأمر هو بديهي جدا يعني هذا الأمر يعني متعارف به لا يا أخي ليس الجميع يقوم بعمل هذا الأمر هناك الكثير من الإخوة المتابعين المبتدئين الذين يعني ليست لديهم تقافة أن يقوم بمورسلة الشركات وليست لديهم تقافة مراجعة القوانين والشرط الخاصة بالشركات الكثير منهم فقط يقوم برؤية تيتوريال على اليوتيوب مثلا أو درس على اليوتيوب ويقوم بالتطبيق هو لا يعلم بأن ذلك الأمر هو نوعا ما مخالف يعني بلاك هات ولا يعلم بأنه غير مخالف ويتاءات فهو فقط يطبق من أجل كسبة فلذلك قمت بعمل هذا الشيء تأكد معي يا صديقي بأن جميع الطرق التي أشرحها لك كلها ويت هات لأنني لا أشرحها البلاك هذا ما في الأمر فهذا ما في الأمر أتمنى بأن كل شيء واضح أتمنى بأن كل شيء مفهوم الهدف هو تغيير العقليات يعني العقليات التي سوف تجعلكها تطمح وتقوم بالتحليق عاليا في سماء العمل أونلاين وفي سماء تجارة الضمينات عامة فتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركة